إدانة وعقوبات تتصدر موقف واشنطن من إعلان روسيا ضم مقاطعات أوكرانية محذرة من تبعات دعم أي دولة لإعلان تصفه بغير الشرعي والمناقض للقانون الدولي سنحاسب أي فرد أو كيان أو دولة تقدم دعما سياسيا واقتصاديا لمحاولات الرئيس بوتين غير القانونية لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية ولذلك أصدرت وزارتاء الاقتصاد والخزان تعليمات تتضمن عقوبات مشددة على الكيانات والأفراد في روسيا وخارجها مما يدعمون الاستفتاء المزيف والضم المزعوم وفضلا عن العقوبات تستعد الولايات المتحدة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وتصف إعلان الضم بأنه محاولة للتغطية على خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا عمليا مراسم الضم التي عقدها الرئيس بوتين لا تغير شيئا على الأرض وسيواصل الأوكرانيون القتال لتحرير أراضيهم إذ لم تعترف أي دولة بالخطوة الروسية فهي محاولة من الكريملن لإقناع الشعب الروسي بإحراز تقدم في أوكرانيا على عكس الواقع وقدمت الإدارة الأمريكية الحالية مساعدات بنحو 17 مليار دولار لأوكرانيا فيما يطالب البيت الأبيض الكونغرس بالموافقة على حزمة مساعدات إضافية تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار عقوبات على روسيا ومساعدات لأوكرانيا تأمل من خلالها واشنطن التقليل من أهمية إعلان الضم الروسي لأراضي أوكرانية وردع أي دولة ترغب في إقرار شرعيته أنا ستصبار سكاينيوز عربية واشنطن